رأيك ايه في ما يحدث في موضوع المباراة النهاية الاهلي بكرة عنده اجتماع مهم اجتماع مجد السدارة مهم عشان ياخده قرار في قرار الكاف اللي اتخذ باستضافة المغرب للمباراة النهاية رأيك ايه في الوضع كله لا بصها وطبعا يعني القرار غلط ان هو النهاية بقى في المغرب خصوصا ان هو مش متحدد من اول بطولة فدي يصير الشبهات شوية طبعا ان انت اول ملودات وصل روح تمحدد النهاية هناك لو هي متحدد من اول البطولة خلاص ما خلاص يبقى كله ايه كوال خلاص يبقى لو داد وصل اهلي وصل اي حد وصل اول اللي هيلعب صحيح سانيا مجلس صلاة الاهلي اعتقد ان هم بيخدش قرارات انفعلية بيخدش قرارات بقرار الجماهير اعتقد ان القرار هيدرس كويس قوي سواء انسحب سواء كمل اعتقد ان كابتر خطيب ومجلسه يعني انهم الحنكة ان هم بيعرفوا ياخدوا قرار صح ما بيتأثروش باي تأثر جماهير يعني كل الجماهير اللي تقولك انسحب 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 اعتقد مجلسات الاهلي هيقض القرار الصح ايه مشكلة قرار انسحب في رأيك لو تخذ يعني يعني اعتقد سنتين اشترع بالبطولة واعتقد ان هم خلاص يعني اكيد الكاف حاطت كل السيناريات اللي ممكن الاهلي يعملها لو انسحب فاكيد هو حاطت الردود ايه فاعتقد ان قرار انسحب بيبقى صعب شوية انشاف انه قرار خاطف لا لا صعب هتقعد سنتين ما تلعبش البطولة دي هتبقى صعب خسارة في كل حاجة خسارة مادية خسارة في كل حاجة الاهلي مش موجود في البطولة انت البطولة دي بيتدخل لك دخل كويس جدا نهاردة كسبت البطولة دخلك حوالي مليون ومتين وخمسين الف او اكتر وبعدين انت انت لفت النقطة مهمة جدا عشان بعض الناس بتاخدش بالها انه الاهلي مدخيله والحاجات دي كلها من البطولة زي بتقول افريقيا زي المشاركة في كاس عامل اندية في سبونسرز نفسهم هما مضيين مع النادي الاهلي بيشترته انه الاهلي يكسب عشان يدفع على الكم وتبع اطراف افريقيا يعني في تفاصيل كثيرة عشان احياني ناس بتقولك ايه الادارة تاخد الكرار ده وتوحنا وراهم الادارة لو عملت كده انت نفسك انت كمشجع ممكن ما تلاقيش تعاقد جديد في الموسم يجي مش بحبك لوس انت التعاقدات اللي عندك اللي هي الاسبونسرز دي بتبقى طبع انت بتكسب ايه يعني انت 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 ليه الاهلي هو اكتر حد ياخد فلوس ان هو اكتر راح بياخد بطولات واكتر راح بيشارك في البطولات كل سنة في البطولة افريقيا فالاسبونسرز بالنسبال له ده ده نادي متشاف على طول هل بقى سنتين الاهلي ما بيقعش في افريقيا اكيده العقد المادي هي اللي بتاعك وكاس عامل عنده انت بتخلك فلوس رهيبة اعتقد مش ده بقى القرار اعتقد يعني عشان كده اعظن انه القرار ده مستحيل كابتر خطيب يعني راجل قروي واستحالة ياخد قرار زيادة طيب